على كل حال معنا بعض التصريحات المختلفة خلينا نروح نتطمن من التصريحات نقدر نحن نتطمن كمان على يعني الحالة الفنية والحالة كمان النفسية والاستعدادات خلينا نروح لتصريحات كابتن سيد عبد الحفيز ونرجع نكامل الحمد لله يمكن الأجواء كويسة جدا يعني درجة حرارة ساعة جدا برد يعني لكن في النهاية الأمور كويسة الحمد لله حالة تركيز عالية نتمنى أنها يكون موجودة وبشكل كبير جدا بكرة لأنها مفتاحة للسمرارية في البطولة ومباراة بكرة يعني أكلان فرقة عندها خطة أمامي كويس جدا عندها حتة هجومية كويسة لازم يتعاملكون بتركيز شديد باهتمام شديد يمكن دي أول من فترة بعيدة عندي أول مباراة من الفتاتح فيها البطولة يعني لكن زي ما قلت يعني هتقابل المباراة بتركيز عالية باهتمام عالي بجدية عالية نشارح من الأمور تبقى كويسة يعني طبعا دي مش غريبة عليهم احنا معتدين نجي هنا على طول سواء كان في الموجهات مع الإخوة الأشقاء سواء كان الوتاد أو الرجاء أو الدفاع الحسن الجديدي أو المغرب التطواني هنا لعبنا قبل كده فلنا يعني رصيد عندهم يعني لكن تعاملنا معهم ما بيختلفش أبدا سواء كان في مصر أو المغرب يعني الاثنين واحد يعني أي مكسب بيباله توفيق يعني أو أسف أي توفيق بيباله أسبابه يعني الأسباب بتاع التوفيق هي التركيز والاهتمام والجدية يعني هتقابل الموضوع ده بالتلات عناصر دولة أعتقد أن الأمور يعني إلى حد كبير جدا هتكون موفق وإلى حد كبير جدا الأمور هتبقى من فصل الحك يعني فحالة التركيزة لازم تكون عالية إحنا فصلين من بطولة الدوري دلوقتي للكاس العالم الأندية وبعدين هنفصل على بطولة أفراقيا فلازم دماغك تكون شغالة تفاصيل الصغيرة تكون موجودة من غير تنشانة ومن غير عصبية ومن غير توطر يعني لكن التفاصيل الصغيرة هي بتجمعها مع بعض بتدلك نتيجة في الآخر وتدلك بطولة في الآخر يعني فمن غير ما يبقى فيه تنشانة ولا فيه تركيز سورة ولا فيه عصبية ولا فيه توطر لكن فيه اهتمام فيه تركيز فيه تنبيه بتكلم مع زميلة كتير طريقة التكلام بتبقى مهمة لكن لازم يبقى فيه دايما صحيان يعني تمام دي دي كرة القدم فإن شاء الله رحمه بإذن الله تعالى نكون موفقين فيها التعامل فيها يكون عالي جدا في الاهتمام يعني هي مباراة افتتاحية لكن هي اللي هتديك الاستمرارية والله بص يعني أنا عارف كويس أقول أن كل واحد في النادي هنا بيبقى عارف كويس جدا جدا إيه لي وإيه لي عليه كمان يعني شنوي واحد كمسؤول في الفرقة عن نفسه وعن تيم هو كابتنه يعني كان رده رائع جدا لما تلقى العرض ده كان من النصر السعودي والرجل عادنا مع بعضه وكلمنا وهو كان يعني كان الرجل رده صريح جدا يعني لو أهميتي في الفرقة أو واهتياجي الفرقة أنا شاف أنه أكون موجود يعني أنا مستعد من غير أي ما خدناش مسلا يعني ساعة زي ما بقوله يعني ولا حاجة أو أقل من كده بكتير يعني لكن الرجل أبدأ مصلحة التيم على مصلحته الشخصية أو استفدته مش عادي أنهم مصلحته وبيلعف في التيم النادي الأهلي يعني لكن استفدته سواء كانت مادة يعني فدي حاجة تحسب له كواحد من عاصر الفريق وكواحد مسؤول كمان عن التيم يعني رده كان جميل جدا بالنسبة لي وبالنسبة للجهاز كله سواء كان إداري أو فنية وكان نسبة كمان للمشرفة مع الكورة وللجنة التخطيط يعني فده عهدنا بأولادنا دايما يعني شكرا